صباح الخير سلمة بس دائما عنا شوية أمل لقدر نكمل ونقول إن شاء الله يا رب بكرة يكون أحلى إن شاء الله يا رب أكيد يسعد صباحك عن جديد نور وصباح الخير لك المشاهدين وينما كانوا يحضرونا محطات عديدة اليوم رح تكون معنا أكيد رح نحكي فيها عن المجتمع السوري وعن بعض المبادرات ومعنا أكيد مساحة للتمييز مع طفل موهوب رح يكون ضمن محطاتنا الصباحية ولكن بالبداية خلينا روح لفاصل وبعدها ما نبلش بداية صباحنا سلمة رح تكون مع شاعر أطقن الغناء شعر كان من أهم شعراء الأغنية مو فقط السورية والعربية ودعنا أول مبارح الشاعر الكبير الراحل صفوح شغالة ترك إرس كتير كبير حبه يمكن للشعر والغناء أثر فينا كل ياتنا يمكن ما في حدا مننا سلمة اليوم إلا ما بيذاكرته فعليا إن كان بمرحلة المراهقة أو الطفولة أحد أغاني شاعر الراحل صفوح شغالة أكيد الله يرحمه يعني صفوح شغالة مكتبة عربية مهمة ونفتخر فيها أكيد بسوريا مثل ما قالت هو مو بس كان من شاعر غناء معروف بسوريا أيضا من المطربين العرب لهم كتير أغاني كانت من كلمات الشاعر صفوح شغالة اللي رحل عنا جسدا ولكن أكيد ألحانه وأعماله الفنية رح تبقى حاضرة بتاريخ الفن السوري خلينا نروح لنتعرف على محطات من حياته بالمادة التالية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة وبنعرف أنه تم تشويع الراحل الكبير صفوح شغالة في مثواه الأخير بحلب وسط أهله وأصدقاء وخلينا نتابعه بالتقرير التالي رحل القائل لا في بحلاكي ولا في بغلاكي وشر وحسانك مين ما في مدينة مثلك رزينة وعمر ألوف سنين شهبة والشهبة حلب والورد الجورية أصلى حلبي صفوح شغالة الشاعر العربي السوري ابن حلب صاحب تاريخ غني من الشعر والأدب رسم خلال سنوات حياته اسما له ولمعشوقته مدينة الشهباء رحل شاعر صفوح شغالة عن عمر يناهز ستة وستون عاما وقبل رحيله كان أشبه بخلية نحل يعمل فيصل الليلة بالنهار لإنجاح احتفالية كان يحضر لها بمناسبة ذكرى تحرير حلب طامة فنية كتير كبيرة وعظيمة وحالة نادرة أدى من الأغاني الوطنية العديدة والأغاني عن مدينة حلب الله يرحمه كان عبد ينطر يوم 22 من التحذيرات كان متابع بكل لحظة سبب مرضه الأساسي هو كان اللي حصل بحلب وشافه بعد ما تدمرت بس شكل هذا وحسبنا الله نعمل وكيل بس الحمد لله كان له كتير محبين والعالم يلي إجيت واتصلت يعني نحن منتشكلهم كتير حلب كما في كل رحيل أحد العمالقة تخرج وأهلها لتشفيع الراحل من جامع التوحيد إلى مثواه الأخير في مقبرة الشيخ جاكير بحلب صفوح شغالي أعطى كل شيء وكان كريم بكل شيء أعطى نجوم عرب وأعطى نجوم حلب وحد كتير مهم ونحن خسرنا حجرة أساس مهمة جدا تفتقد حلب اليوم أحد القومات الثقافية الهامة ليس على مستوى مدينة حلب وإنما على مستوى سوريا والوطن العربي لا شيء قد يصف وجوه المشيعين من مثقفين وسياسيين وأدباء وفنانين وأبناء حلب الرحل يملك أرشيفا وتاريخا ورصيدا من الشعر وكتابة الأغاني كتب 1650 أغنية من أشهرها حلب وشعمل فيك لشادي جميل وطبيب جراح لجورج والسوف تشكرات لفلة إضافة إلى العشرات من الأغاني الأخرى لواء الكفوري وإليسة ولطيفة تونسية وشوفوا بلد بلد الشمس للراحل ميادة بسيديس وغيرهم وكانت وزارات الأعلام والثقافة ونقابة الفنانين والآلاف من نجوم الغناء والفن والمتابعين نعوا الراحل وأكدوا على خسارة الفن العربي والسوري واحدا من أهم كتابه برحيل الأديب صفوح شغالة يكون سجل المبدعين خسر اسما مهما يعتبر أحد قلاع الأدب ليس في سوريا وحسب بل في الوطن العربي أيضا صفوح شغالة وداعا أنص رمضان الإخبارية السورية مدينة حلب نقول الله يرحمه أكيد للشعر صفوح شغالة يعني قدرنا هيك نسترجع شوي من بعض أعماله ونحن نشوف العمل أكيد العزاء وسلوان لأهله أكيد الرحمة لإيضا وهو فعلا بدنا نعزي كل حدا فينا بهالفقدان نحن يوم عن يوم عن نخسر مثل ما قال أناس بالتقرير مبدع من المبدعين السوريين وقلعة من قلع الفن في سوريا أكيد الرحمة لروحه العزاء لأهله لأصدقائه العزاء للكل بس مثل ما قلنا ببداية حديثنا هو ترك قرث كتير كبير من شعره وما زال مربوط بذاكرتنا وكاننا متابع من خلال التقرير يمكن أهم المحطات الغنائية السورية والعربية كانت موقعة باسمه صحيح ويمكن كان بعد كم يوم رح يكون فيه مهرجان اللي بنعمل سنويا بذكرى تحرير حلب الشرقية وكان مقرر أنه يكون فيه أغنية عمل مشترك بينه بين طبعا الملحن سمير كوافاتي وأغنية للفنانة الله يرحمها كمان ميادة بسيليس إن شاء الله بنشوف العمل بيكتمل حتى لو كان هو مانا موجود أما هلأ صار الوقت لنروح ونرجع بالذاكرة ونقلب بالتاريخ لنتعرف على أبرز الأحداث اللي سجلت حضورها بمثل اليوم كل يوم تتولد أحداث جديدة وبتتسجل بروزنا من التاريخ وبتشكل ذكرى منسترجع مع بداية كل صباح اليوم 15 كانون الأول خلونا نتعرف على أهم الأحداث يلي صارت بمثل هاليوم بعام 1612 عالم الفلك الألماني سيمون ماريوس بيتمكن من رصد مجرة أندروميدا من خلال المنظر لأول مرة وبعام 1995 تدشين محرك البحث ألتا فاستا وبعام 2000 إيقاف المفاعل الثالث بمفاعل تشارنوبل هاليوم شهد ولادة العديد من الشخصيات اللي كان إلى بصمة مميزة بعالمنا ففي عام 1916 ماريس ويلكنز عالم فيزياء نيوزيلندي حاصل على جائزة نوبل بالطب عام 1962 وأيضا شهدها اليوم على وفاة عدد من الشخصيات ففي عام 1917 فلاديمير بروخور فيتشاماليسكي عالم أحياء قديمة روسي أما هلأ سلمة مننتقل لأولى فقراتنا الصباحية لليوم مع عالم الطب رح نحكي عن مشكلة شائعة خصوصا مع هذا الطقس سلمة والشتي والبرد بيكتر الرشح والأمراض مشكلة تصاب القصبات عند الأطفال منها ربو الأطفال وكثير منسمع فيها أنه بأول العمر عند الأطفال أول أربع خمس سنوات ممكن يصاب بربو الأطفال وببعض فترة بس يكبر ممكن يبقى وممكن يروح صحيح نور ولكن في كثير أيضا بنسمع أنه الربو عند الأطفال بيجي لفترة وبيروح وهل بيرجع مرة تانية وهل بيكون طريقة المعالجة الخطأ هي سبب عودته أم هذا أمر طبيعي وكثير من الأسئلة رح نتعرف عليها وطبعا تجاوبنا عليها دافتنا بالستوديو دكتورة نوار البرادعي اختصاصية في الأمراض الصدرية سعاد صباحك دكتورة وأهلا وسهلا فيك سباح الخير سعاد صباحك سعاد صباحك وأهلا وسهلا فيك كثير منسمع عن ربو الأطفال بس خلينا شوي نشرح للناس أكثر أو نعرفه قبل ما نحكي عن أسبابه وأعراضه شو هو ربو الأطفال الربو بشكل عام هو مرض التهابي مزمن بيصير على مستوى الطرق التنفسية بيصير في عنا مثل تورم أو التهاب المخاطية بآلية التهابية معينة نتيجة تعرض لمخرج نتيجة تعرض لمحرد فبيصير في عنا تسمك بجدر هاي القصبات زيادة بإفراز المخاط وبالتالي بتظهر عنا أعراض السعال اللي هو أشياء عند الأطفال الوزيز وضيق التنفس والألم الصدري وأعراض أخرى طيب دكتورة مين الأطفال الأكثر إصابة بالربو؟ يعني كتير نعرف أنه بيقوله إذا حدا بعيلته ربو ممكن يطلع الطفل عنده ربو وأحيانا بيقوله لا إذا الأم مدخنة بعد فترة ممكن نلاقي الطفل عنده ربو وكتير أسئلة حول هذا الموضوع هلأ اللي ذكرتهم أكيد من ضمن عوامل خطورة للإصابة بالربو يعني عندنا الوراثة أو القصة العائلية خاصة عند الأقرباء من الدرجة الأولى بتلعب دور بآلية حدوث الربو وبترفع نسبة حدوث الربو عند الأطفال أيضا البيئة إلها دور يعني لما بيكون في عندنا قصة تدخين أو سواء كان دخان أو أرقيلة أو دخان خفيف دخان كتير أيضا التلوث بالمحيط يعني مثلا التدفئة على الحطب أو الطبخ أو ظروف البيئة المحيطة لما بيكون دائما في عندنا أبخيرة هيتعتبر من عوامل خطورة للإصابة بالربو أو مهيئة فينا نقول طب خلينا نحكي دكتورة في أي عمر فينا نقول يصاب الطفل بربو الأطفال يعني ممكن يكون منذ الولادة بنسمع مثلا أنه على الأربعة سنين خمس سنين ممكن يختفي أو لا ممكن يكتسبه من المحيط مثل ما قلتي ممكن يتعالج أو يبقى هلأ هو بأي عمر ممكن تصير عنا الإصابة بالربو يعني نحن في عنا عدة أنماط للربو عادة النمط العائلي أو الأسبابه وراثية أو عائلية أو جينية بتخلق مع الطفل بتكون البداية بأعمار مبكرة جدا صحيح لما بيكون فيه شي مكتسب أو شي وراثي أو شي بيئي فممكن تتأخر بالظهور لكن هو ممكن يظهر بأي عمر مرض الربو عادة بأول سنتين بيكون في عنا شيء اسمه التهاب قصيبات شعري لذلك ما كتير منقدر نميزه عن الربو المحرد بيكون بشكل أساسي الإنترنت التنفسية لهيك نحن نلاحظ الأعراض أكتر شي عنا تكون عنا بفصل الشتاء نتيجة أنه نحن دائما عنا الأبواب مغلقة بفصل الشتاء في عنا مخريشات كتير اللي هي الصوف، السجاد، الفرو في شي عنا اسمه العدس المنزلي اللي هذا كتير منشوفه يعني قد ما كانت ستة البيت سنظيفة لكن هو شي بيخلق على الأماكن الرطبة على الأماكن المغلقة اللي ما فيها تهوية جيدة استنشاقه بيحرد هجمات الربو أيضا الإنترنت التنفسية بشكل عام الإنترنت الفيروسية هي أكبر محرد لهجمات الربو لذلك هو ممكن يشوفه بأي عمر عند الأطفال بتكون الأعراض أشد لأن السعال بيكون واضح جدا عنده طيب دكتورة خلينا نسأل كمان اليوم هل صحيح أنه الربو ممكن يترافق مع أمراض أخرى وعلى الكبر ممكن في ناس بيقول لك كان عنده ربو صغير صار عنده حساسية مزمن هو كبير مضبوط هالحكيك؟ هلأ الربو هو مرض مزمن يعني هو ما فيه شيء اسمه شفاء للربو يعني ممكن مثلا يكون في عنده ربو أطفال كل ما كبير بتخفى الأعراض شوي ممكن يتغيب سنوات وبعدين ترجع تجيني بهجمة على الكبر لذلك هو ما فيه شيء اسمه شفاء للربو هلأ التشخيص لازم يعني نحنا فيه على إشارة استفهام أثناء الطفولة هذا اللي كبير يسألك عنك لأنه يكون فيه اختلاط بالتشخيص نحنا بنعرف أنه أعراض الربو هي بتظهر مثل ما قلتي بالشتاء بسبب البيئة المهيئة أو هي اللي بتخليه مؤهب هلأ يتكتر بفصل الشتاء لكن ممكن تظهر بالصيف الربيعي هدول الفصل الحساسية بنعرفها ممكن يصير فيه خلط بتشخيصه صحيح هذا اللي بدي أسأل عنه الخلط بالتشخيص يعني كيف ينا نميز هاي الأعراض لأنه أحيانا الأم بتروح لعند الطبيب بإلا ربو أطفال بإلا مثلا ربو أطفال أو يمكن انتهاب قصبات وصير فيه اختلاط فهون طريقة المعالجة ممكن تكون تأثر أو تكون مختلفة التشخيص كيف بيكون يعني كيف الأعراض اللي ممكن أنا كأم قول هون ما عم نحكي عن التهاب قصبات هون عم نحكي عن ربو هون ما عم نحكي عن رشح أوية بيكون فيه اختلاط بيناتهم خلينا نحكي عنهم أكتر لأنه نحن في شكل عام ربو لحتى شخصه على الأكيد بدنا شيء اسمه اختبار وظائف رئة بنعمله قبل وبعد اختبار بعد جلسة إرزاز أو موسع قصبي ونشوف إذا فيه صار فرق مهم بينهم فهذا بيأكد لي تشخيص الربو هلا أحيانا حتى لو كانت وظائف رئة طبيعية بس قصة مريدي ماشي مع الربو فأنا بشخص المريدي على أنه ربو بتعامل معه على هذا الأساس هلا الأطفال أكيد نحن ممكن للأطفال نقدر نعمل لهم هذا الاختبار لذلك صفات الأعراض عندهم ممكن يتوجهني للربو وبقوة مثلا إذا لم يتقل لي أنه أنا دائما طفلي بيسعل سواء كان مقرب أو ما نمقرب في عندي قصة سعال وخاصة بالليل بتفيقوا من الليل في عندي قصة سعال أو وزيز بالصدر بيشتد بالبكاء مثلا بالضحك باللعب يعني أنا عندي الطفل ما بيقدر يكمل اللعبة مع رفقاته لأنه هو دائما بيسعل ومثلا على الصراخ أو على البكاء بيصير الطفل بيسعل ممكن يصير فيه عنده وزيز بالصدر فهي أعراض جدا موجهة للربو هلأ إذا إجاني الطفل أيضا كان عنده أعراض سعال تالي لإنتان تنفسي وفيه عنده وزيز بالصدر فأنا حتعامل معه كربو الأطفال ونحن طبعا ما بنترك الطفل من إلا للأمن نحن حنتابع الطفل بعد شهر بترجع اللايا نرجع من عيدة تقييم كان الطفل متحسن ممكن نخفف من العلاج تقييم الربو لحتى نعالج المريض صح كستيب أب أوستيب داون لازم يصير فيه متابع على القليلة كلا ثلاثة شهر أول فترة إذا خفت الأعراض عندي بخفف من العلاج إذا راحت الأعراض نهائيا أنا ممكن نوقف العلاج وراقبه رجعت له الأعراض فأنا برجع بعالج الطفل وبرجع بتعامل معه كأنه ربو أطفال يعني لازم يكون فيه سلة توصل بين الأهل وبين الطبيب زادت الأعراض مو يعني أنه العلاج خطأ بس ممكن يكون فيه عندي العلاج كان غير كافي لازم نحن نرفع من دوز العلاج يعني نحن لازم نتابع مع نفس الطبيب حتى يظل فيه تواصل بيناتهم لأنه مجرد ما راحت لعنده الطبيب حيرجع لنقطة الصفر ويرجع يستجوبه من أول وجديد ويرجع يقيم العلاج إذا كان صح أو خطأ هلأ الخلط بالتشخيص ممكن يصير خصوصي بأشهر الشتاء لهيك لازم يكون فيه دقة بالقصة السريرية وبالمحرضات وبالتعامل من قبل الطبيب ومن قبل الأهل نعم الدكتورة قبل ما نختم أبرز النصائح باعتبار مثل ما حضرتك قلت أنه هي دائما موجودة هاي الحالة راح تكون عند مريض درب ومتى ما تشخص ممكن نترافقه كل الحياة فأبرز النصائح هلأ أبرز النصائح بالبداية للأهل أنه نحن نكون بيئة نظيفة حوالين الطفل في أهل بيعتقدوا أنه هو إذا الطفل استنشق الدخان بتعود عليه فهو بيصير فيه عنده مناعة هذا الشي خاطئ يعني ما بيصير الأب يدخل ناحي الطفل أو الأم يدخل ناحي الطفل بدنا بيئة نظيفة كتير قدر الإمكان بهذه الظروف يمكن صعب نقول التدفئة على الحطة قدر الإمكان تكون الغرفة مهواية نحط الطفل بأكتر غرفة مهواية بالمنزل ننتبه لأعراض كتير بسيطة يعني مثلا سيلان الأنف ممكن يحرض لي هجمة ربو أو ممكن يعمل سيلان أنفي خلفهم يعمل لي سعال مزمن فنحن لازم ننتبه لهذه التفاصيل نراجع الطبيب ونخبره عن أدق التفاصيل الممكنة وأهم شيء الالتزام بالعلاج ما نخاف من بخاخات الربو ما نخاف من أدوية الطبيب كاتب لنا إياها بشكل مزمن لو كانت أدوية حساسية لو كانت أدوية ربو لالتزام بالتعليمات واللقاح الأنفلونزا متاح وبيقدر ياخده الطفل فبيخفف لنا من الهجمات التنفسية ومن حدوث هجمات الربو أكيد بخطام نتشكرك على وجودك معنا دكتورة معلومات مهمة يحكينا عننا يا رب يكون الكل الاستفاد مننا شكرا كثير لك شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية شكرا لك دكتورة أما هلأ نور صار الوقت لروح لغرفة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات على الساحة السياسية محليا عربيا وعالميا مع زميلتي شيري مصطفى صباح الخير شيري صباح الخير سلمة صباح الخير نور مشاهدة المجزلي أهم الأنباء بعد عدد الفصلة أهلا بكم أكد مجلس الشعب أن الجولان العربية السورية حاضر في عقول وضمار السوريين مشددا على النضال والمقاومة لاستعادة الحقوق السليبة بهمة رجال جيشنا البواسل وقوة جبهتنا الداخلية وقال المجلس في بيان بمناسبة مرور 41 عاما على قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم الجولان العربي السوري المحتلة بعد مرور 41 عاما على قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي البغيض بضم الجولان العربي السوري المحتلة مؤكدا أن هذا القرار اللاشرعي واللاقانوني لا قائدانة عربية وأقليمية ودولية ولسيما أن قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ السابع عشر من كانون الأول عام 1981 اعتبروه لاغياً وباطلاً ومن دون فعالية قانونية إلى ذلك جدد أهلنا في الجولان المحتر رفضهم كل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى سلخهما عن انتمائهم الوطنية الأصيل للوطن الأم سوريا وفي بيان بمناسبة ذكرى قرار الضم المشؤوم أكد أهلنا في الجولان المحتر رفضهم القاطع لهذا القرار الباطل مجددين عزمهم على مواصلة النضال والمقاومة حتى تحرير الجولان من دنس المحتر وشدد على أن الجولان لن يكون إلا عربياً سورياً وكل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن واقع المشتقات النفطية سيكون أفضل في الأسواق المحلية خلال فترة وجيسة عرنوس وخلال إفادة صحفية شدد على أن أي قرار تتخذ الحكومة برفع سئر أي مادة هو قرار صعب لكن الظروف المفروضة هي أشد وأقصى من اتخاذ القرار عرنوس لفت إلى أن المشتقات النفطية يتم استيرادها من الخارج وما يتم إنتاجه قليل نتيجة خروج أبر النفط من سيطرة الدولة موضحاناً الظروف صعبة لكن الانفراجة ستكون ضمن إجراءات تتخذها الحكومة على جميع الأسعدة جددت سوريا إدانتها ممارسات قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة بها ونهبها المنظم لثروات الشعب السوري مطالبة الأمم المتحدة بوقف انتهاكاته الولايات المتحدة وحلفاء القانون الدولي وحكام الميثاق وضمان التعويض عنها وانهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية وعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها إلى الدولة السورية وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالتين موجهتين إلى كل منه الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن الولايات المتحدة تواصل ممارستها العدوانية وانتهاكها الجسيم لمبادئ القانون الدولي وحكام ميثاق الأمم المتحدة من خلال استمرار وجود قواتها بشكل غير شرعي على أجزاء من الأراضي السورية في الشمال الشرقي وفي منطقة التنف مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة بها تواصل نهبها المنظم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية وثروات الوطنية للشعب السوري اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيل 19 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالدفة الغربية وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة أريحة وبلد الدوارة في الخليل وابتة ومخيم البلاطة في نابلس والمغير في رامالله وكفر راعي في جنين وابده في القدس المحتلة ومخيم نور شمس في طول كرم واعتقلت 19 فلسطينيا ختم الموجز والآن عود إليك سلمة شكرا إليك شيريني سعد صباحك وصباح الخير عن جديد لكل من نضملنا بمحطاتنا ومحطتنا اليوم كثير مهمة نور أكيد اليوم عنا محطة مهمة رح نحكي فيها عن الملهمات اليوم لازم تشتغلي يمكن على لغتك على شغلك على حياتك الشخصية كل شي بخصك كأمرأة أنت لما تشتغلي عليه من قلب ضمن كل هاي الظروف وهي التحديات والوضع الاقتصادي والمعيشي فأنت ملهمة كل أمرأة سورية اليوم بقلب بيتها عم تتابعنا هي ملهمة أم الشهيد والبت الشهيد زوجة الشهيد أم اليتامة كل أمرأة سورية هي بالنسبة لنا ملهمة لأنه فيها ما يمكن ما فيه بيت سوري إلا ما فيه حكاية وقصة عن أمرأة سورية منعتزوا بنفتخر فيها يا ريت فينا نجمعهم كليات ونستضيفهم عن الملهمة ويمكن هذا الشيء اللي سعت له طبعا حملة ملهمات من خلال بعض نماذج السيدات من سوريا من اختصاصات متنوعة دكتورة الجامعة دكتورة أيضا المعلمة حتى ست البيت كل حدا فينا هو قادر من مكانه يكون ملهم هذا الإلهام نحن حبينا من خلال هالحملة يوجه فيه رسالة لكل الشباب السوري أنه ما توقف أنت قادر بمساحة صغيرة تعمل شيء كبير للمستقبل طبعا رح نحكي عن تفاصيل الحملة أكتر مع ضفنا لليوم وهو الأستاذ محمود الخالد مدير حملة ملهمات مدير حملة ملهمات أهلا وسهلا فيك أستاذ أكيد تحية كبيرة إلك ولكل العاملين اليوم بهذه الحملة خلي حكي عن هاي الحملة الهدف الأساسي مننا كيف إيجت الفكرة مين هي الفئة المستهدفة هيك نعطي بعض التفاصيل لكل الناس اللي عم يتابعونا لما نقول ملهمات يعني هيك بدك تستوقف شوي عند هاي الكلمة صحيح صباح الخير أول شي حملة ملهمات كانت الفكرة مننا هي فكرة نحنا طلعنا فيها أو شفنا نمازج كتير كبيرة فيها هي أنه نحن نلتقينا بمجموعة من الشابات الانطلاب أو طالبات الجامعة فكنا نحن عم نشوف معظم هدول الطالبات طموحهم بعد التخرج عم بيكون دائما أنه بدي أشتغل بدي أسافر ما في أكتر من هذا الطموع ما عم نلاقي أكتر من هذا الطموع فلما نحن نحن بلشنا بهذه الفكرة أنه نحن نسأل إذا عملنا استبيان كتير كبير بين مجموعة من طالبات الجامعات ونحن قررنا نسألهم شو طموحك تكوني بالمستقبل ونحن كانت عم تكون الإجابة صادمة يعني ولا حدا من الناس اللي سألناهن واللي نحن التقينا معاهم كان جوابا أنه حلم يكون وزيرا حلم يكون سيدة أعمال حلم يكون سفيرة هلا ما رح تكون هلا بهذه الظروف ما رح تكون هلا بهذه الظروف ما رح تكون مسؤولا اليوم فنحن لما نحن راجعنا هذه الإجابات فاكتشفنا أنه بالنسبة لهذه الطالبات ما عندهم القائد والملهم والمؤثر اللي هو يحفزهم لأنهم يصيروا يعملوا شي يعملوا شي لهم لحياتهم المستقبلا ومن هون طلعت هاي الفكرة أنه نحن لازم هذول الطالبات بهذا العمر لازم يكون في عندك قائد وملهم ومؤثر يحكي قصته يحكي تجربة نجاحه يحكي التحديات اللي اتعرض له والصعوبات اللي واجهه قبل ما يوصل لهذا المكان طبعا نحن ما يعني ما خصصنا مجموعة من القادة المشهورين لأنه اليوم نحن بدنا كنا نطلع على مجموعة من السيدات الصغار بالعمر اللي قدروا يعملوا إنجازات ضمن ظروف الحرب هذا اللي حكيتو ببداية المقدمة لما نحكي الملهمة مش بالضرورة مثل ما قلت المشاهير أو حاصلة على شهادة أو هي زو شأن لأنه أحيانا الملهمة تكون هي ربة منزل تحدث الظروف اليوم لتربي ولادة لما نقول عن أزمة حرب وظروف استثنائية وصعبة بس لما نختار هذه النماذج لنحكي قصص النجاح فيها نوعا ما كمان مسئولية تجاهكم لما أقول أنا حملة ملهمات هي موجهة للشباب والشباب اليوم معزور نوعا ما لأنه ظروف المعيشية والاقتصادية صعبة فبتلاقي بدل ما يدور على الهدف أنه شبه يستيصر بدل يدور على فرصة عمل لا يقدر يعيش اليوم فلما نقول عن قصص النجاح لسيدات كيف تم اختيارهم يعني كيف تم اختيار هدول السيدات لنحكي عن قصص نجاحهم لأنه سوريا مليئة بقصص نجاح السيدات السوريات خصوصا عشر سنوات من الحرب المهمات السورية السيدة السورية منذ التاريخ منذ قدم التاريخ هي سيدة قائدة منذ نوبيا وجر يعني كما يسموهم اليوم نحن لما تم اختيار القادة السيدات نحن بعلا كان في عنا خيارات كتير كبيرة وواسعة وفي عنا أسماء كتير عظيمة ولكن نحن اليوم كان أول معيار لاختيار السيدات القادة هو أول شيء لعمر يعني لعمر الصغير لأنه كتير مهم اليوم أني أنا وصل صورة للشباب يعني للشابات السوريات أنه أنت قادرة تعملي شيء بعمر صغير صحيح نحن أول فكرة كانت بالنسبة لأنه أول معيار للاختيار كانت بالنسبة لأنه العمر لصغير ثانيا اللي هو تعدد الإنجازات يعني اليوم خريج الجامعة بتخيل أنه فيه عدد كتير كبير من الصبايا اللي تخرجوا من الجامعة ولكن تعدد الإنجازات اللي عملتها بفترة صغيرة هذا كان بالنسبة لأنه كان معيارة من المعايير اللي نحن اخترناها ثالثا واللي هو الأهم أنه كل حدا من هدول السيدات اللي نحن استضفناهم هو تعرض لتحدي كتير صعب بحياتهم يعني على الصعيد الشخصي نحن كان بالنسبة لأنه السيدات اللي نحن اخترناهم هنه كان في عندهم تحدي كتير صعب بحياتهم يعني أكيد ما رح نسمي بس ولكن جزء كتير كبير منه جزء منهم اللي تزوجت كم مقصة أو كم سيدة رح تتناول الحملة نحن تناولنا ستة وعشرين سيدة تمام من مختلف الاختصاصات تلك جزء منهم وبالأحرق كلهم يعني كل حدا منهم كان في عنده قصة صعبة بحياته أكادت أنه يعني تغير مجريات حياته ولكن هو تحدى هذا الظرف اللي مرأ فيه تغلب عليه وقدر يكمل عرفت عليه كيف هذا كان أهم المعايير اللي هو ونحن كان تم اختياره أنه السيدة اللي نحن عم نختارها هي تعرضت لظرف كتير صعب لتحدي كتير مهم بحياته تمام كان قدرت تتغلب عليه وكملت وصلت للإنجاز اللي هي عملته الحلو بالموضوع أنه نحن يعني شفنا هيك فيديو فيديو صغير انتشر على مواقع تواصل اجتماعي كل سيدة عم تحكي كلمة أو جملة وتقول شي من اختصاصها أنت فيك تعملي هيك كوني أدى أكيد أنت فيك كوني أدى ويمكن هي أجت قريبة كمان مع حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة فيمكن ناس فكرت بالبداية هل هي إلى علاقة بهاي خلينا نوضح هل هنا علاقة بعض ولا لا الحملة منفصلة عن 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة سيكون إلى استمرارية والنماذج اللي حكيت عنها 26 نموذج نماذج مهمة كيف ستنعرض قصصهم سيكون فيه فيديو مثلا لكل سيدة لوحدة أو كيف نحن الحملة هي أصلا نحن عملناها هي بمناسبة 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة القصة بحكاية كل سيدة من ذول السيدات هي رح تنعمل بجلسات حوارية مع طلب مع طلب الغاية مننا اليوم نحن لما أنا بحكي قصة صارت معي أنا رح أكون حقيقي وصادق وقريب من الأشخاص اللي أنا بحكي لهم يا أكتر ما أكتر ما أنا أحكي لهم قصص وروايات نتمنى سجلوهم طبعا وتنزلوهم على صفحة المهمة أنا بدي أتشكر من هذا المكان أكيد أن كل حدا شارك معنا لأنه هو أولا وافق يشاركنا تجربته يعني أنت اليوم كل التجارب اللي صارت معهم هي تجارب شخصية فهي اليوم أول انتصار لأله أنه هي تغلبت يعني تغلبت على خوفها وهي كان ما عندها أبدا أي مشكلة أنه تحكي تجربت الشخصية قدام العالم نحن سعيدين أغلب النمازج كانت موجودة على شاشتنا كمان نوجه لهم تحية لكل السيدات وأيضا لدكتوريا بارعة صبية صبية وسيدة سيدة أكيد أنت فعلا مشاركتهم كانت كتير مهمة تلك اليوم أنك تحكي شيء شخصي عنك للعالم هو أمر ما نوسهل أكيد تحية إلونا جميعا وحلو يوم نشوف يعني عرب حملة ملهمات رجل داعم للملهمات كمان هاي لفته جميلة اليوم خلينا نحكي الهدف الأساسي من هاي الحملة بعد ما تخلص يعني نحن عملنا هاي الحملة ملهمات حكينا عن قصص النجاح في خطوة للإستمراء يعني في هدف حاطينه أنه نحن بكل مثلا فعالية أو نشاط نحن نحط هدف معين نحقه نستمر فيه وقيله أسر على أرض الواقع شو هو نحن لما نشرنا أصلا رسالة حملة ملهمات على صفحة الجمعية اللي حينما كان هدفه الخروج بأولا رسالة نسائية سورية أنه نحن موجودين نحن نضلع أصر نحن قادرين ناخد الخطوة قادرين ناخد القرار وقادرين ندافع عن قرارنا ونتحمل نتاجه الاستمرارية من هذا الموضوع هي استمرارية للأمانة هي خطة كتير كبيرة نحن اليوم عم نشتغل على نحن اليوم في عنا بسوريا في عنا نقص بالكوادر نقص حتى بالكوادر القيادية خلينا نسميها يعني اليوم فاليوم دائما نحن كان في عنا منظور اللي هو أنه المرأة وقيادة المرأة للمهام هو دائما عنده حالة من الهاجس ومن الخوف قبل ما تحط هذا القرار لا لازم يكون هذا القرار من غير تفكير لما راح لأي أنا السيدة المناسبة لتأخذ هذا القرار ما فكر وقول أنه بس هي سيدة لح تقدر تأخذ هذا القرار لح تقدر تتحمل هذه المسؤولية لازم يكون هذا القرار من غير تفكير أول ما لأي سيدة متميزة قادرة تقود هذه المهام أنا فورا فورا أنا أعطيها هذه المهام لازم يكون في عنا خيارات متعددة خيارات متعددة من جميع الاختصاصات ما يكون بس الجانب الزكوري موجود صحيح كمان خلينا نحكي عن فكرة مهمة أستاذ محمود اليوم مثل ما حضرتك إليت رح يكون في لقاءات بين الشخصيات الملهمات وطلاب بمدرجات الجامعة وغير أيضا من التفاصيل إذا بتقدر تطلعنا عليه هذا من برنامج الحملة هلأ نحنا كنا صراحة يعني كتخطيط كان قبل بداية الحملة كان المخطط هو كل التجمعات في كل الجامعات يعني نحنا اليوم في جامعة دمشق في عنا أربع تجمعات مز الهندسة الميكانيكية برامكة وبرزة بس في عنا كمان جامعة 20 جامعة البعث وجامعة حلب كان المفروض يكون كل التجمعات سيكون فيها جلسات ورح يكون فيها من كل المحافظات كذلك الأمر نحنا حرصنا باختيار حتى السيدات القادة أنهم يكونوا من كل المحافظات الموجودين بالنسبة لنا بهذه الحملة يعني مو بس مختصرة على محافظة أو محافظتين لا كل السيدات الموجودين معنا هن من كل المحافظات السورية كذلك الأمر أكيد بالخطام تحية لكل النساء السوريات وتحية لكل الصبايا اللي يمشاركين معك بالحملة نتشكرك أستاذ محمود خالد مدير حملة ملهمات نتمنى لكم التوفيق ورح نحكي كمان بشكل مفصل أكتر عن الخطوات القادمة التي ستكون مستمرة ضمن الحملة شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك أستاذ محمود شكرا لك سوق العمل وكيفية جمع معلومات إحصائية حول متطلبات وأولويات سوق العمل أتفاصيل بتقرير زميلتنا دينا عصف بالتعاون بين وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي انطلقت ورشة العمل الخاصة بالتحضير لعرض النموذج الأولي لمنصة نظام معلومات سوق العمل على الجهات الشريكة في فندق الشيرتون في دمشق هذا النظام هو عبارة عن مشروع وطني الهدف منه تأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل من الممكن أن تعود بالفائدة سواء كان لجهة العرض والطلب سواء كان للعامل أو لأصحاب العمل وأيضا لمتخزين القرار في إطار سياسات التشغيل والتدريب والتعليم لا شك اليوم نحن بحاجة إلى إيجاد قاعدة بيانات دقيقة انطلاق هذه المنصة سيكون بإطار فعلا أنه يكون ضمن سوق عمل نشط ومنضبط يتبتع ويمتلك بيانات دقيقة من الممكن الاستفادة منها في المرحلة السورية 2030 الورشة هي العرض ما تم إنجازه في إعداد لزام معلومات سوق العمل لزام معلومات متكامل لسوق العمل بتضمن طبعا عدة منصات فرعية منصة للعمل منصة للتدريب منصات للدراسات والأبحاث في برنامج متكامل هو الأول من نوعه في سوريا وهذا هدفه الأساسي هو تنظيم سوق العمل في سوريا واستثمار الطاقات الموجودة فيه وأيضا العديد من المشكلات التي يعاني منها سوق العمل وخاصة في مسألة المطابقة ما بين المعروض من قوة العمل والطلب عليها الورشة تضمنت مناقشة ما تم إنجازه من نظام معلومات سوق العمل وعرض أولي لنظام المعلومات من قبل الجهات المشاركة في الورشة اليوم سنعرض بشكل أول للمنصة سنأخذ ملاحظات الشركاء من القطاع الخاص والقطاع العام حول تفاصيلها لحتى نقدر نطورها ونبرمج بناء على هذه التفاصيل تحضيرا لإطلاق النظام وتفعيله لاحقا من المقرر إن شاء الله في الشهر الرابع أو الخامس إطلاق النظام تم من تقريبا مدة عام لحد اللحظة العمل من خلال مجموعة من الاجتماعات سواء السنائية للجانب أو متعددة الجوانب تم تشكيل لجنة وطنية توجيهة للنظام معلومات السوق العمل بالضم وزارة الشركة الاجتماعية والعمل وزارة التنمية الإدارية وزارة المكتب المركزي للأحصاء والقطاع الخاص بإضافة لمجموعة من الوزارات واللهيئات ذات الصلاة طبعا بالشكل الأساسي هي التقريب والتعاون الدولي طبعا بالضم أن هذه الفترة هي كمان تم العمل على إعداد دليل النظام بالعناوين الرئيسية الهدف من إطلاق الورشة تنشيط سوق العمل من خلال نظام معلومات متطور وتأمين بيانات دقيقة وديناميكية عن واقع سوق العمل في سوريا أما هلأ بننتقل لمحطة كثير مهمة سلمان نحن برحلاتنا الصباحية دائما أيما من صلة الضوء على المواهب والقدرات الاستثنائية اليوم ضيفنا عمره 8 سنين عنده قدرات زهنية استثنائية مو فقط بيقدر يحل مسائل رياضية صعبة ولا بيقدر يحفظ بشكل كتير كبير كمان له مراء بالبرمجيات بيصلح بيشتغل قدم مشروع كهرباء عنده قدرات زهنية استثنائية أكيد رح نحكي عنا بشكل موسع صحيح نور اليوم ضيفنا الحبيب عرسان طبعا الطفل يعني أول طفل أخذ خليني أقول شهادة قيادة الحاسوب بعمر كتير صغير عمل برامج لوزارة التربية عمل برامج بتعاون مع البحوث العلمية كرم من عدد من وزراء الكهرباء والتعليم وأيضا البحوث العلمية وغيرها من المشاريع اللي لسه مستمرة طبعا شاطر جدا بالقراءة وحفظ القصائد والقرآن الكريم وغيره كتير من المهارات اللي رح نتعرف عليها أكتر وبيصرنا الرحب فيه وبوالده أيضا السيد إياد عشان أهلا وسهلا فيكم سيد أوقاتكم سيد صباحكم صباح الخير أهلا وسهلا سيد صباحك وأهلا وسهلا فيك وأكيد سعيدين بوجودك بوجود الحبيب فخورين فيه بل كي إذا عم يعمل مشروع كهرباء بيحللنا أزمة الكهرباء إن شاء الله يعرفنا كلنا معاولين على هذه القدرات الزهنية الاستثنائية خلينا بالبداية نحكي لما نحكي طفل عمره 8 سنوات الله يخيل لي لك ويحميه ويحميه ونحكي عن قدرات زهنية الاستثنائية يعني خلينا نحكي إما تبلشت هذه القدرات تنتبه لأنت كأب أو كأهل بالعيلة كيف اكتشفت هذا الشيء وكيف اشتغلت عليه حتى لما الواحد ممكن يكتشف أنه في عنده موهبة ويدعمها من قبل الأهل هي كمان جزئية كتير مهمة اليوم لنقدر نستثمر هذه القدرات قدرات حبيب بلشت تظهر من بداية طفولته بالمراحل الأولى الأولى انتباه كبير تركيز تركيز بالكلام تركيز بأي شيء يعمله يعني بتحسيه أنه يعطي اهتمام كبير لأي شيء قدامه بلشت القدرات العلمية تظهر بأربعة سنين بشكل واضح برياضيات جمع أرقام صعبة أرقام كبيرة وبعدها بالأمر الخمسة سنين تمكن بالجدول الضرب الكامل حلو وبس فات عمل السنين ما شاء الله كان قدراته واضحة جدا من هاج الصف الأول بداية خلصه بساعات تاني يعني طبعا هلأ عم نتفرج على الصور عم بيقشر لك حبيب تتفرج عليها هي طبعا بشوفوها كل مشاهدينا بعض إنجازات وتكريمات حبيب صباح الخير كيفك حبيب اليوم؟ الحمد لله حكي لنا هيك شو أول شي جايب لنا معك اختراع الكهربة ما؟ خلينا نحكي عن هذا الاختراع كيف بلشت فيه وكيف خطر عبالك تعمل شيء له علاقة بتوليد الكهربة؟ هذا فيه فكرتين حكي لنا باللقاء الماضي اللي هن توليد الكهربة بالقوة الكهربة إن عم ها بتتسحب خطن المولدو بترسع لها المحركات هادوه لنه هذا مولد المحرك وهذا بيرسع الكهربة له وهون الكهربة بالمخنطسة هاي محفورة من حط مخنطسات بالحفقة كرة الكنافق بتصير الدوخ وليما تدوه بتولد بتدور المحرك بصير يطلع كهربة وهو المحرك يوب دورها بس يدور المحرك ت converted permits كهربة ايه تمام وام ها ها هون الكهربة بالكهربة هنا المحركات داروا فشغلت الكهرباء شغلت الإضاءة وايه وشغلت الضوق هالا البطارية مسعت تسح kashan لها ها هلا بترجعت تشحان بطاريةog اللي هحتفل ما من الكهربة يعني انت عامل اختراعين كهربة بكهربة او كهربة من خلال القركة الثانية قوة المغناطيسات وهذا محرك مرشود الآن نفسه مرشود بقلب هذا بس على السسم أصغر الآن هؤلاء لا سيكونوا مخلصات وينحنطوا مقابل هذا بصير لما يدوخ بتولد كابة بتطلع كابة من هاي الأسلاك ها أنا فكيت كم واحد من هدول المحركات نفس هذا المشسم مرشود بقلب هذا بس على سكل مصغر على شكل مصغر طيب أستاذ خلينا نحكي عن التكريم اللي أخده ولوين وصل هالاختراع مع الجهات اللي وصلها هاي الفكرة بداية حبيب أول فكرة كانت فيها فكرة تبليل الكهرباء بالكهرباء ولتقى بسيد دكتور راسالي زمي وزير الكهرباء مشكور وسمع منه كتير أعجب بمستوى وقدراته على التحليل بالكهرباء بعدين توجهنا لمركز الوطني اللي بحث الطاقة تمت نقاش الفكرة بالكهرباء والكهرباء وبعدين حبيب تولدت عنده فكرة تانية هي توليد الكهرباء بقوة المغناطيسات الدائمة الفكرة تبع توليد الكهرباء بمغناطيسات دائمة فكرة علمية صحيحة بمية 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 بس هي تجربة تنفيذ تبعها هو الصعب شوي الصناعة الدقيقة بدها كتير مسافة يعني على هاي التجربة مع حبيب بقوة المغناطيسات برم 3-4 دورة بس نحصل على دوران كامل تمام؟ صار عندنا وكل ما زادت قوة المغناطيسات مو هيك بصير عندنا دوران بقدرة أكبر يعني عم نحكي عن مشروع مهم وعم نحكي يمكن عن قدرات استثنائية عند حبيب حبيب أدي أخذ منك شغل هيدا الاختراع أدي أخذ منك وقت هادي أخذ منك يسي سهرين هادي؟ شهرين طيب خلينا نحكي كمان بالأتمة والبرمجة كمان حبيب إله إنجازات وخلينا نحكي عن هاي الإنجازات وقداش مهم اليوم هاي الإنجازات يعني لما اكتشفت عند ابنك هاي القدرات فورا اتجهت للمراكز يعني المختصة المعنية لتدعم هاي القدرات اللي عند حبيب حبيب بداية بعد ما تم ترفيعه حبيد يدخل عنده تعلم على الكمبيوتر حبيد يشارك دورة ICD8 يعملها كان عمره سبع سنين دخل على هاي الدورة ما شاء الله أنجزها بزمن قياسي بشهر واحد وحتى كان يدخل على آخر يدخل برنامجين سواء بالأسبوع فكان أصغر طفل بسرعة بيحصل على ICD8 بعدين انتقل لمرحلة أنه حبيب يساوي برامج البرامج يحكي بابا شو برامج لي دخلت الحبيب تشتغل عليها؟ مثل ما البابا بعد ما أخذت الـ ICD8 حبيد صاري برنامج أول برنامج سويتها مديرة التربية ينصب عن المدارس بكلسي يتعلق فيها إذا الطلاب يدراسوا هي كلسي الثاني برنامج عملته كان التنصيب عمّة البلدية عطيتها بلدية صيدة وعطيتها محافظة دوار كمان باسمها لكلسي هذه رخص بناء تكاليف وآخر برنامج ساويته من سديد هو برنامج البحوث وبرنامج النفسي الواحدة للمعكس وطني البحوث الطاقة برنامج البحوث بيأصف كلسي بحوث بالمعكس من الأول للأخير وفيه بحث بكلسي حقوق برنامج النفسي الواحدة بينصب لما يبدأ التازق إساسة الاستغاد لحتى يستوي البعض قلناه هنا كثير بعدين بيوح بيستوي البعض لتعاملت سامريك بيعتونا كتاب البيان الشموكي شو وصلها بضوعة بناخد عينات بنفحصها وبنشوفها مطابقة ومطابق سيساء منها ومندخل يعني أفكار جدا مهمة لحبيب يعني عم يحكي ببساطة جدا ولكن هي حقيقة شركات تقعد تعمل هاي البرامج لتطرحها بالسوق ولتستفيد منها وحقيقة يعني هي بتوفر حتى على الدولة اليوم نعرف بيشتروا أنظمة من الخارج لحتى يشتغلوا عليها ضمن الأرشفة والأتمتة وغيرها فإنه يتم استثمار هذا الشي هل بدأ العمل عليه فعليا مع الجهات يعني مثل ما أقول قدم للبحوث قدم لمديرية التربية بدرعة قدم أيضا لعدد من الجهات هل تم الاستفادة منه بشكل سعلي؟ بالنسبة لبرنامج البحوث دخل كامل حبيب بإيدو دخل كامل بحوث عام 2020 دخل بحث بحث وفرجعهم إياها ومع صور مع كافة الصور مع النمازج مع ملفات البي دي ايف كاملة البرنامج النافذة الواحدة كمان دخل عليه النمازج وصدر التقارير اللي لازم تنبعث مثلا بأمانات الجمارة بالنسبة لمديرية التربية قدم البرنامج لأستاذ من وجه للتحية أستاذ منها النزال العماري وكان فيه تلفزيون بواقتها ومهندسين ومشرفين وقيموا البرنامج لأوه احترافي هو الأهم من كمان بالنسبة لبرمجة برمجة كخطوات أولى بدأ تحليل يعني التحليل للنظام هذا ما شاء الله يتميز فيه حبيب كمان أنه هو يفكر أنا بدي أدن برنامج للمدرسة فكر أنه أنا شو بدي أعمل بساند الطالب صحيفة الطالب علامات الطالب مراحل للقاحات الطالب فرغوا بعدين بلش يبني عليهم يبنيهم كبنية برمجة ما أجملك يا حبيب يعني فعلا نحن سعيدين بوجودك لما تقول أنه برنامج أكما تعرض على أخصائيين وقالوا لك هو ممتاز يعني إحنا عم تحكي احتراف يعني سوية عالية مهندسين اليوم بيشتغلوا عليها وبيعملوها وشركات خاصة قديش مهم استثمار اليوم لكل الناس اللي عم يتابعنا أنت كأب استثمار قدرات حبيب نحن نحن نحكي عن طفل عمره 8 سنوات أكيد لازم يكون في استثمار بالسنوات القادمة لهذه القدرات لا يستفاد منه على أرض الواقع خصوصا نحن مثل ما قلنا عشر سنوات من الحرب يعني بدنا كل الشباب السوريين لقدرات استثنائية مثل حبيب تكون موجودة لإعادة تأهيل وترميم وإعادة أمار سوريا حبيبي ما شاء الله الفكرة أنه أي موضوع عبي يدخل فيه مثلا دخل بموضوع الأتمتي عبي أنجز فيه وبيفهمه بصرعه وبينتقل لموضوع غيره دخل بالكهرباء مثلا فهم وكله العلاقة بشاكل بالأزمة يعني لما نحكي عن الكهرباء طفل هو ضمن الأزمة فبعتقد كل هاي مأثرة على حياته ففكر فهو الولدة الفكرة صحيح والحمد لله أنه أي فكرة بس نضج عند الفكرة عم نروح نتوجه للجهة صاحبة الفكرة يعني المعنية بهذه الفكرة عم نلقى كامل الترحيب والدعم والاحتضان من السادة المعنيين يعني طبعا بهذه الفرصة نتشكر سيد دكتور داري مطبع وزير التربية والدكتور غسال زامي وزير كهرباء والدكتور إيادة خطيب وزير التصالة كلها تنقل أبل وحبيب ودعموه وشجعوه ودكتور مهند الشنجار طعمي إن شاء الله يا رب أكتر من هيك ما يكون فقط بس أنه تقدير لهذه الأفكار لا بدنا استثمار ورعاية حقيقية لهذه الأفكار لأنه نحن بحاجة يعني شفنا من فترة شام اللي أبدعت بمهرجان القراءة طبعا واللغة العربية في دبي وتكرمت نتمنى حبيب عم يقدم لسه أكتر وأكتر وأكتر أفكار سوريا واللادي بس بالدمين يرعى هاي الأطفال شو محضر هلأ يعني هلأ عم يخترع شي شغلة بدو يعمل شي برنامج شو مفكر هلأ تشتري في تطوير على فكرة بسيطة شو هي هو طبعا في أفكار مختلفة عن موضوع الأتمية بس كونو حضرتك سألتنا موضوع الأتمية كنت بديان بموضوع برنامج أتمية الطبي للعيادات الطبية فحبيب عمل إضافات عليه جميلة جدا وحتى عمل مثل على مبدأ أنه بطاقة طبية لكل يطول بالبرنامج لأنه يصير بشكل مثل بطاقة طبية يعني كل إنسان بيحمل ملفه الطبي معه يصير فكانت فكرة كثير جميلة منه أنه يتطور بهذا الشكل وحتى عنده كان اطلاع كامل على عمل العيادات بتفاصيلها وباختصاصاتها فهذا موضوع كان فيه إله حيز من اهتمام بالفترة الأخيرة حكينا يمكن كمان ببداية الحديث أنه حبيب شاطر برياضيات وبالحساب الزهني وطور طريقة هو مع نفسه لحتى يحصف فيها أعطيك رقم مضرب جاهز طيب يكونك صعب باللي عطيتني مجل موضوع أي خلاص ماشي أنا رح صعب له الرقم رح أحسب يعني رح أكتبه عندي ورح نشوفه على الشاشة نشوف قديش رح يعخد وقت حبيب خلينا نقول مثلا ثلاثمية ماشي حبيب ضرب تسعمية وخمسين طيب عمل لك على التنازل واحد اتنين يلا لقد شتتي خليه ثلاثمية ضرب تسعمية وخمسين أي الله عم بحسبك مليونين وثمانمية وخمسين ألف ماشاء الله خير رقم مليونين وثمانمية وخمسين ألف بالنسبة للحساب الزهني لاحظت أنا بالأمور الحساب الزهني أن الأطفال عم يتعلمون جمع وطرح بطريقة كتير سريعة ولكن هي أشبه بالآلات الحاسبة عم تكون صحيح وتضمن بس عمليات جمع وطرح يعني للطفال هي تعتمد عامل السرعة حبيب ما تتبع هذا السوبيع مثل هذا الرقم بالضرب عنده معالجات بسامل الجمع للضرب خاصة بحير تماما ما يتبع الطريقة التقليدية لحساب الزهني طريقة التقليدية نحن كأنه نصنع يعني نسمع شيء شبيه بالآل الحاسبة وعمليان القام بس جمع وطرح أنا نسميت لك عمليات ضرب وتحليل رح أقول كيف حسبتها ثلاثمال ضرب عسقه تلاتة ألاف تلاتة ألاف ضرب عسقه ثلاثمالف أديس نصته هن ثلاثمالف مية وخمسين ألف مية وخمسين ألف هيت ثلاثمال فخمسين حقيتهون أسنا ثلاثمالف ضرب عسقه بصيو ثلاثمالف ضرب ألف 300 ألف ضرب عسكر 3 مليون ناقص 150 ألف وهي الخمسين مليون و 850 ألف عمليات جمع وطرح وقسمة خاصة فيه طريقته الخاصة بالحساب الزهني بالخطام أكيد سعيدين جدا بوجود الشاب صغير للسمات صار عمره 8 سنين الموهوب حبيب نتمنى له التوفي وشكرا إليك أنت للوالد الراعي الأساسي والعراب الأساسي نتمنى يا رب استثمار هذه القدرات الذهنية عند حبيب من الجهات المعنية والراعية لأنه نحن نحكي عن مشاريع مهمة اليوم يقوم فيها مهندسين قام فيها طفل مثل حبيب يبلغ من العمر 8 سنوات أكيد نتشكركم على وجودكم معنا شكرا لحضراتكم وشكرا لهم بمبر كريم شكرا لأهلا وسهلا فيك وشكرا للمشاهدين الكرام شكرا لك ويعطيك العافية والله يقويك نحن بنعرك بهذه الظروف الصعبة قدي صعب رعاية التمييز ويخلي لك كمان البنوتة نصبح عليها ونصبح على والدتا وأكيد نقول لك باي باي حبيب أما هلأ نود لحنروح لمحطتنا التالية وأطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤتمر العلمي الحادي والعشرين للهيئة العامة لمستشفى الأطفال بدمشق وتفاصيل أوفا بتقرير زميلتنا تيماء مسعوب بمشاركة نخبة من الأطباء عقد المؤتمر السنوي الحادي والعشرون لمشفى الأطفال في مدرج مشفى الأطفال في دمشق تم خلاله عرض إنجازات المشفى في السنوات الماضية والصعوبات التي يواجهها المشفى بعتبره بيتي التاني أنا بلشت عمل بالمشفى كطالب الدراسات عالية بالسنة 1980 وبفتخر بإني من خريجين هذا المشفى بعدها ابتدت بالعمل كطبيبة اختصاصية في المشفى وبعدها كانت عضو هيئة تعليمية كعضو هيئة فنية بالجامعة الدمشق الحقيقة المشفى خرج عدد كبير من الأطباء معظم الأطباء اللي بيمارسوا بالقطر وغالي بالقطر وكلهم يشهد إلهم بالتميز هنين خريجين هذا المشفى وبهي الظروف الصعبة الحقيقة لساته المشفى عم يحاول يقدم أد ما فيه محاضرتي اليوم بالجلسة الأولى هي عبارة عن مرض شائع نسبياً عند الأطفال من بين التهابات الأوعية التي نسميها فرفرية نقش اللاين وعبارة عن التهاب أوعية يصيب الأطفال الصغار بحدود 6 سنوات وسطياً لكنه أشيع أنواع التهابات الأوعية أشيع فترة لزهوره في فترة الخريف والشتاء صراحة هي عبارة محاضرة عن دراسة أقيمت بمشفى الأطفال لمقارنة جرعة معينة من استيرويدات القشرية بين جرعة صغيرة وجرعة كبيرة والوصول إلى جرعة مناسبة بدون اختلاطات ليتم تطبيقها عند الأطفال في حال الحاجة إلى تطبيق هذه الجرعة من استيرويدات القشرية في حالات معينة من فرفرية نقش اللاين المؤتمر تضمن معرضاً للمنتجات الطبية لتلبية حاجات المرضى وتوفير المنتجات بأسعار مناسبة المؤتمرات الطبية هي مناسبة لنقل أحداث ما تطور إليه العلم الطبي على المستوى العالمي لزملائنا أطباء الدراسات العليا وهي وسيلة أيضاً لتبادل الخبرات بين المحاضرين وبين الزملاء الاختصاصيين والأساتذة في شتى المجالات أخص بالذكر في الواقع المؤتمر الحالي وهو المؤتمر الـ 21 لمستشفى الأطفال الجامعي يضم نخبة من أطباء الأطفال في القطرة العربي السوري والذي سيقدمون أحدث المحاضرات بما يتعلق بيه ويعتمد على المنهجية العلمية والدليل الطبي في الواقع هذا المؤتمر عم يتم في عرض أحداث المستجدات بطب الأطفال وعرض حالات سررية طبعاً من واقع العمل في مشفى الأطفال طبعاً غاية المؤتمر هو التنشيط الحضور وتنشيط التواصل والتفاعل وهو الوقوف على أحداث المستجدات في علاجات أمراض الأطفال بكافة الاقتصاصات طبعاً مؤتمر نستسنوي يقام على يومين في محاضرين من أساتذة جامعة دمشق وأيضاً من محافظات أخرى يتم تقديم حالات جميلة جداً حالات مشورة عالمياً يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات بين الأطباء ومواكبة كل ما هو جديد في اختصاص طب الأطفال أما هلأ سلمة من روح لفقرتنا الختامية لنحكي عن بازار ألوان سورية دائماً بهذه البازار نستضيف سيدات عندهم لمسات للأعمال اليدوية خاصة كل النساء السورية تحسي الأعمال اليدوية هي جزء من حياتهم اليومية بس دائماً ضمن هذا البازار فيه جديد فيه أعمال يدوية جديدة واختلاف يعني ما بتلاقي شيء تقليدي دائماً فيه شيء جديد وحلو معهم أكيد نور واليوم طبعاً بدنا يسعدنا الرحب بضيفتنا اللي دائماً بيكون مع عدد من السيدات المبدعات وبتقدمهم وبتقدم أفكارهم ومشاريعهم الخاصة وتحول الحقيقة ألوان سورية مو بس لبازار تقليدي بنعمل بفترة الأعياد لا تحول لمساحة لكل سيدة تبرز مشروع وكل صبية تبرز مشروع وهالفضل يعود أكيد لمنظمة البازار دافتنا الأستاذة رنا الطبع وأيضاً معها أحد السيدات المشاركات أو الصبية اللي معنا أيضاً هي مصممة هدايا وزينة يدوية خلينا الرحب في لبنى بدر يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك وصباح الخير السادة رنا يسعد صباحكم شكراً لكم عياد مباركة عياد مباركة على الكل دائماً بشهر الأعياد في بازار ألوان سورية دائماً بتكوني معنا في صبية جديدة بتنضم دائماً للمشروع معكم دائماً في جديد يعني هذا الجميل ببازار ألوان سورية لأنه ما في شيء تقليدي أو كلاسيكي دائماً هك فيه لمسة فرح خاصة موجودة ضمن هذا البازار خلينا نحكي عن هيدا البازار لهي السنة شو جديدكن؟ هلأ جديدكن جايبين لنا عينة بسيط طب دعرف إنه القصية أحلى من هيك بكتير حتى الموجودة صحيح اللي حلو إنه كل سيدة سواء كانت قديمة أو جديدة عمت ترجينا إبداعها فيه ألوان ممتعة جداً مميزة جداً كل سيدة عم تبدع بلون خاص فيها صحيح عم بي عملوا شغلات جديدة أفكار جديدة حتى عندي مشاركات جديدة مثل سيدة لبناء أنا أفتخر فيهم عم يضموا إلينا عم يكونوا لون من ألوان سورية روح المحبة عم تكبر بيناتنا عم يكبر العدد أكتر بقعتين هالمرة أكيد تحيكون أمية وإشبيلة بالشيرتون فأنا بستنى بفارغ الصبر خاصة بمسام الأعيان بتحسي عم تضوي للقاعات صحيح نحن كمان بننطر الصراحة يعني بهذا الوقت بحب نكون دائماً في مساحة لأنه أنا بقدر إدعم بقدر سوق منتجات بقدر خلي كل صبية مبديعة كموجودة وهذا الشي بنا نحكي فيه مع لبناء أول شيء سباح الخير لبناء شغلات الحلوة كلها شوها الزينة الحلوة نقلت لنا هيك أجواء عيد الميلاد وراس السنة بالستوديو يسعد صباحي شكراً يسعد صباحكم أهلا وسهلا خلينا نبلش لبناء بمشروعك أنت أمت بلجتي وكيف نضمتي لألوان سورية هلق هاي أول مشاركة لألي بالبازار طبعاً مش أول مرة يعني دائماً نحن منزوره ومنشتري أشياء كتير مهضومة خاصة بالأعياد والمناسبات يعني من زائرة لمشاركة تماماً حلو حبيت أني هيكي يبلش مشروعي من ضمن البازار وخاصة بموسم الأعياد يعني حسيت أنه هيكي رح تكون بداية انتشه الله يا رب أنه هيكي بداية حلوة يعني أني مهندسة بشتغل ديكور داخلي بس هيكي حسيت أنه حابة أني أشتغل شيء بكمل شغلي بالديكور يعني فكرة البيت بحب تفاصيل البيت غراض البيت صحيح لأنه كانت ديكور جميل إذا ما فيه إكسسوار مثل هيكي إنه لمسة خاصة ويضفي عليه لمسة خاصة بتحس الموضوع مختلف خلينا نحكي عن الزينة يعني زينة الأعياد يمكن كلها اللي بيشتغل على زينة الأعياد بس هون الاختلاف بطريقة الفكرة يعني لما نحكي عن إشياء بسيطة معمولة من اللقماش يمكن هي لفتة صغيرة أو لمسة صغيرة بتلاقي مختلفة عن شغل السوق اليوم وخصوصاً لأنه أعمال يدوية تحسينها عمتنشغل بحب شوي تماماً يعني أنا حبيت أني أطلع شوي من فكرة الزينة التقليدية صحيح إنه الكرات الشجرة فحبيت هيكي أعمل أشياء ثانية يعني هي بمواد مثل ما مواد بسيطة إنه هي مواد بسيطة يعني القماش الخشب الزينة بسيطة بس هيكي يعني عملتم بطريقة شوي إن شاء الله هلأ مثل هذه الشجرة هي قماش تماماً هي خشب القاعدة خشب كرمالة تظلة ثابتي وهي قماش يعني ملفوف على قماش تماماً بسفنج رقيق والقاعدة خشب وحط عليها نجمة تماماً شفيفة كثير بس مدالة كثير خلو مميز يعني 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 عملي منها مثل المقاسات عملي منها أشياء هكي في شي هكي لامع في شي يعني هدول كثير مهضومين هدول كمان هدول هدول هكي كمان قطع ممكن ينحطوا مثلاً بهكي بكورنر مثلاً بالمطبخ أو بالسالون أو على طاولة وسط هكي ينحطوا مع قطع ثانية مهضومة فهكي داخل هندسة و الزينة مع بعض تماماً هاي تعليقة باب ممكن أنه تتعلق هكي على الباب وممكن أنه كمان تنحط هكي بزاوي بحد التلفزيون على هكي على حسب شوفي مساحة بالبيت الأفكار من وين تنخلق أو كيف تستمد تماماً هلق بحكم شغلي بالبيت فأي دائماً يعني هيكي تغذي صحيح موظوم تحسي دائماً أنت بديك تشوفي شي جديد دائماً على البنترست على النت يعني كثير بشوف هيكي أشياء أو خصص هيكي جديدة فهي عينك بتصير تلقت يعني بتصير أنت ما بنقول قطعة بس أنه بتصيري تعرفي أنه أنا ممكن أأخذ هي أيوة تماماً هيكي بتأخذ أفكار هيكي جديدي يعني ونتحظة أنه هيكي هلق هي أنه ممكن تنحط على صنية خشب مع هيكي مجموعة قطعة ثانية كمان أنا مشتغلي هيكي مجموعة قطعة ثانية هيك أنه كتب يعني وطبع عليها كتب جيد هلق أقراس النعنع كمان هني مجموعة ممكن يتعلق وعلى الشجرة أقراس النعنع بيتعلق وعلى الشجرة هيك تغيير شوية عن الكورات عدي زين التطبيدي الكلاسيكية تماماً طيب خلينا نحكي عن هذول هذول شو هذول ركايات نحن نفتحهم نشوفهم مع بعض كمان إلوا علاقة بأعياد الميلاد تماماً حلوين تير مجموعة يعني هكي عملت هيكي كلياتها من من وحي العيد الميلاد ورسلة كماش القتن مية بالمية والألوان الثابتي ما بتروح على الغسيل ما بتروح فهكي حلوة وهي بتضل يعني هاي الأمطاعات تشتريها السيدة مو بس لهادا العيد تستطيع تستخدمها أكتر من مرة لأنه بنعرف عادة يعني اليوم أنت بتشتري شيء بعد فترة بينتزع بصير بدايك ترممي وخصوصاً زينة الشجرة في شيء بينتزع في شيء بيبقى فدايماً هيك شغلات بسيطة بالديكور لكن تظلها حلوة يعني بتعيش يعني بتعيش معها سنتين وثلاثة واربعة وعلى حسب الاستخدام قد تحس بهذا الشيء أنا اليوم أعمل شيء تفاصيل وحلوة بتظل ما رح تنتزع وتظل زكرة بقلب البيت تماماً يعني هلق هي كل هاي القطعة بتحسي أنه ممكن تطوليها شهر بالسنة يعني زيني فيها البيت بترجع بتنضب يعني أنه بدأت تنضب بكاراتين تماماً يعني هي بسيطة ما بدأ أنه ممكن بس هيكي مسح شي بسيط وبتنضب مثلاً بكاراتين وبمكان هيكي آمن يعني شيئنا ما تتكسر أو تتخرب وبتظل السحيح يعني بالنهاية أنه بتحسي الواحد كل سنة يجدد هيكي شي بسيط صحيح والقطعة كتير حتى ممكن تلعبي فيهم يعني تلعبي في تفاصيلهم القطعة كتير حلوين وشغل كتير حلو ستر أنا لما نحكي عنك وعن البازار دعمتوا كتير من الصبايا والسيدات وقديش حلو هيدا التنوع يعني في عندك اختلاف بالشرائح اختلاف بالأعمار اليوم عم نحكي عن الأنصة لما هي صبية بمغتب الأعمار مهدس الديكور داخلي عم تشتغل أعمال يدوية فيه شرائح مختلفة قدي حلو هيدا الاختلاف وقديش مهم دعم السيدات اليوم بمشاريعهم الخاصة وإطلاقهم للناس والتفاعل لو يمكن حتى نكهة خاصة بين الناس مجرد أنه أي حدا عنده مثل ما قلت لك فكرة بتواصل معي ممكن يكون شاب ممكن صبية صغيرة ممكن سيدة كبيرة بالعمر أي حدا عنده فكرة كيف قالت أنه فيه عم تاخد أفكار وهي عندها فن عندها دراسة معينة فيه ناس بيحبوا يعملوا شي مختلف نهائيا وعم بيساوا ويحطوا عندهم بالبيت عم يتفرجوا طب هنا بدون يطلعوا هالشي لبره بدون يناس تتعرف على شغلهم البازار أكبر مساحة قادرة أنه الناس يشوفوها خاصة صار له اسم يعني حتى غير الزوار الجدد أنا عندي زوار دائمين عم بيينترول جديدة عم بيينترول مين عندك هلأ نازلين جدد وبيشوفوا شو منزلين الموجودين دايما عندي فهالقصة صارت مثل سوق شهري لقلهم كتير من يكون مبسوطة فكرة الدعم بداية الدعم لما أنت عم تعرفي هالعالم عشغله هون انطلقت ممكن ما تبيع من أول مرة بإلا دايما إنه في ناس بيكونوا قاعدين مكتئبين أول مرة يا الله ما حدا إجارت لا خلاص مستطلعي مانا إليلا بتبغل أهيان منزلة الضوء تشوفي الموضوع مختلف إن شاء الله أنا مجرد إنها متفائلة واثقة صحيح متكلة على الله صدقيني راح تنجح أكيد إن شاء الله أما لما أنت بتعدي متشاقمة أو ما عندك ثقة بنفسك مستحيل توصل لرسالتك أكيد أكيد منك الأجواء مميزة بألوان سورية يعني إحنا بنشوف الصبايا حتى صاروا يتنقلوا منك أستاذة رنا صار كل واحدة تصور الطاولة اللي قدامها وتعمل وتنزل لها ستوري على الفيسبوك أو على الإنستجرام وإحنا بنقول يعني إستاذة رنا داعمة لكل الصبايا بكل أوقات السنة مو بس وقت بازار ألوان سورية حقيقة تعرفنا على كتير سيدات من خلالها وكتير كون مبسوطة وقت تتواصلوا معي ونحن بنكون مبسوطين أنه في هذا هاي الروح موجودة لأنه نحن بالنتيجة الهدف مو أنه والله أنا عم بعمل بازار أنا عم بكون طريق أو وسيلة لتوصل هستة لهدفة لتكتير تنطلق للناس تعرفها أكتر هذا عم نلمسوه دائما بقلك أنا بخطام حديثنا أنت بتحكي بشغف عن شغلك هي المحبة يعني لمعة المحبة بنشوفها مرسومة بعيونك وبوجهك أكيد بالخطام نتمنى لكم التوفيق سكرنا وللصبية الحلوة لما أكيد نتمنى لك التوفيق نحن بنوجه تحية لكل سيد أو صبية سورية ضمن البازار عم تتحدى هاي الظروف عم تعمل مشروع الخاص وعم تستمر فأكيد تحية لهم كلهم يعطيكم ألف عافية أنا أعطيكم شكرا كثير لكم لأكمامكم شكرا خلينا نذكر بس بتوئية البازار المشان للناس اللي عم تحدرنا البازار بعد بكرة سبت وأحد وثنين سبت عشر وثمت عشر ثلاثة يام ثلاثة يام بفندق شيرة ودمجد قاعتين ومية يمين شبيليا أقصر من أيسى علي ساحا من الإدعش سباحا للعشرة مساءا بالقاعتين أجمل من بعض أكيد أكيد موجودة بقاعة شبيل يم أبي للباب بالصدر أي دعاية شكرا لك معنا وموفع بمشروعي شكرا لكم سلمة مع ألوان سورية بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام والتقانا بكرة بنفس التوقيت على شاشة الأخبارية مع أهم محطات رحلتنا الصباحية خلال الأسبوع ضمن يوم الجمعة أكيد نور نهارك سعيد ونهار سعيد لكل مشاهدينا دائما في مساحة لحتى نهرب من كل المشاكل والظروف الصعبة والهموم وندور على شيء ممكن يفرحنا ممكن نروح البازار ممكن ما نشتري بس كمان هناك فينا ناخد شوية أفكار حلوة كمان في أماكن مخصصة للطعام والتزوق يعني في كتير شغلات حلوة فينا نبسط حالنا بأبسط الطرق ضلوا بألف خير دائما مشاهدينا باي باي